أعلن المكتب الوطني لليهيدروكاربورات والمناجم عن نتائج مشجعة بشأن حفر الحقل البحري أنشو 2 في عرض ساحل مدينة العرائش الترخيص البحري ليكسوس وقال المكتب إن حفر الحقل البحري أنشو 2 انطلق في 17 جنبر 2021 لبلوغ عمق نهائي قدره 2512 متراً في 31 جنبر 2021 مشيراً أن التقييم الأولية للمعطيات يؤكد وجود تراكم من الغاز بسمك صاف مجموعه 100 متر موزع على 6 مناطق يتراوح سمكها ما بين 38 متراً لكل منها وأكد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمناجم ما أعلنته شركة شاريو البريطانية صباح الاثنين العاشر من يناير حول اكتشاف كميات مهمة من الغاز في حقل ANCO